اشتركوا في القناة اخرى تأبى الخضوع لمقولة الارقام وجدت لكي يتم تحطيمها وهي ارقام من الصعب تخيل كسرها وتحقيق افضل منها خلال عصرنا الحالي في هذا المقطع سنعرض على حضراتكم عشرة ارقام قياسية مذهلة حدثت في تاريخ كرة القدم اولا الهداف التاريخي لكرة القدم العديد من متابعي كرة القدم العالمية يعتقدون ان الهداف التاريخي لكرة القدم وصاحب اكثر عدد اهداف في التاريخ هو الاسطورة البرازيلي بولي ولكن العديد من الاحصائيات والارقام العالمية تؤكد ان الاكثر تسجيلا هو المهاجم تشيكي جوزيف باكان برقم خيالي وصل الى 1468 هدفا في 918 مباراة خاضها ما بين سنتي 1925 و 1955 جوزيف باكان تألق في الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الماضي مع فرق اهمها رابد فين النمسوي وصلافيا براغا تشيكي علما انه لعب لمنتخبات النمسا تشيكو سلوذاكيا بوهيميا ومامورافيا ثانيا اللاعب الاكثر تسجيلا في المباراة الدولية يمتلك اسطورة ايران وهدفها التاريخي عالدائي رقما يصعب قهره في كرة القدم العالمية وهو تسجيل 109 اهداف في المباراة الدولية وهو الرقم الذي وصل اليه دائي في الفترة ما بين عامي 1993 حتى عام 2006 فعلا هذا رقم صعب لكن ليس في زمن كريسيانو رونالدو الذي يمتلك رصيد 99 هدفا مع البرتغال في كافة البطولات ولا شك ان الدون سيحطم هذا الرقم مع عودة المباراة الدولية ثالثا الحارس الاكثر تسجيلا للأهداف مهمة حارس المرمى الاساسية هي البقاء في مرمعها والتصدي لاي تسديدة ومنع اي اهداف تسكن شباكها ولكن روجيريو سيني تخطى حاجز حارس المرمى العادي واصبح حارس مرمى هداف بمعنى الكلمة سيني سجل في مسيرته 155 هدفا في 1256 مباراة جميع الاهداف سجلها عن طريق ركلات جزاء ومن ضربات حرة مباشرة يذكر بانه بدأ مسيرته عام 1992 مع نادي صوباولو البرازيلي واستمر به لمدة 23 عاما حتى انهم مسيرته عام 2015 بسبب الاصابة والارهاق البدني بعد وصوله لسن ال41 وسيظل روجيريو سيني من اعظم الحراس في تاريخ كرة القدم رابعا الهداف التاريخي لكأس العالم من بين 1200 لعب سجلوا اهدافا في المونديال على مر العصور هناك اسماء هي الاكثر وصولا للشباك فمن هو اذا الهداف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلاوزا هو الهداف التاريخي لكأس العالم حيث سجل في مشاركته 16 هدفا مشاركته الاولى كانت في منديال كوريا واليابان عام 2002 حيث سجل خلال هذه النسخة خمسة اهداف ووصل نجم بايرام يونيخ السابق التألق في منديال 2006 وسجل خلاله خمسة اهداف اخرى لكن كان كأس العالم 2014 تاريخيا للمانشفت ككل وكلاوزا بالاخص فقد حصل الالمان على الكأس الذهبية بعد ان سحق البرازيل بسبعة اهداف لهدف في نصف نهائية قبل ان يفوز بهدف نظيف على الارجنتين في النهائية وخلال هذه النسخة من المنديال سجل مهاجم لاتسيو السابق هدفين نصباه هدافا تاريخيا للمسابقة عبر تاريخها برصيد 16 هدفا خامسا الهداف التاريخي لدوري ابطال اوروبا دوري الابطال من اهم البطولات الخاصة بالاندية على مستوى العالم التعد المباراة النهائية للبطولة اكثر الاحداث الرياضية السنوية مشاهدة فهي تجذب ملايين المشاهدين نظرا للمستوى الكروي العالي الذي عهدناه بالبطولة في السنوات الماضية ومما لا شك فيه ان حناوة مباراة دوري الابطال تتجلى في تسجيل الاهداف ومتعة تسجيل الاهداف لا يحس بها الا من هز شباك الخصم ولمعرفة طبيعة هذا الاحساس اسألوا كريستيانو رونالدو اكثر من سجل في مباراة بطولة ذات الاذنين برصيد 127 هدفا استلم النجم البرتغالي زمام ترطيب هدافي دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ من الهداف السابق الارجنتيني ليونال ميسي فظل الفارق يتسع حينا ويضيق حينا اخر في منافسة لا تخلو من تشويق واثارة بطلاها افضل لاعبي كرة القدم في التاريخ لكن هل سيكتفي رونالدو بهذا الرقم؟ بالطبع لا فعداد رونالدو التهدفي لن يتوقف الا مع اعتزاله لعب كرة القدم سادسا اكبر حضور جماهري في مباراة واحدة في تاريخ كرة القدم شهدت الملاعب العالمية حضورا جماهريا كبيرا خلال المباراة الهامة والتي جمعت بين الاندية والمنتخبات العملاقة في اشهر البطولات والكؤوس القارية والعالمية لكن اشهر مباراة في تاريخ كرة القدم كانت تلك المباراة النهائية من منضيال عام الف وتسعمائة وخمسين والتي جمعت بين البرازيل والارغواي على ملعب ماراغانا الواقع في مدينة ريو دي جانيرو المباراة شهدت اعلى حضور جماهري على مر تاريخ كرة القدم حيث تابع اللقاء من مدرجات اضخم الملاعب الكروية بالعالم ما يقارب مائة واربع وسبعين الف متفرج هذا الرقم يصعب تخطيه او حتى معادلته في العصر الحالي خاصة بعد اجراءات الامان المشددة في معظم ملاعب العالم سابعا اللاعب الاكثر تسجيلا في سنة واحدة تسعة وسبعون هدفا للبارسا واثني عشر هدفا للمنتخب الارجنطيني مكنت البرغوث ليونيل ميسي من التحليق عاليا فوق سماء هدفية العالم في موسم واحد نذلك في عام الفين واثني عشر حيث سجل ليونيل ميسي واحدا وتسعين هدفا متخطيا الاسطورة الالمانية جيرد مولر الذي سجل خمسة وثمانين هدفا سنة الف وتسعمائة واثنين وسبعين ويعد النجم الارجنطيني ليونيل ميسي في نظر الكثيرين افضل لاعب انجبته لعبة كرة القدم بفضل مستوياته الخارقة والتي افرزت العديد من الارقام القياسية ومع وجود بعض السنوات امام ميسي في مسيرتها فمن المتوقع ان يكتب المزيد من الارقام او يعززها لكن بعضها سيكون من الصعب على اي لاعب اخر الوصول اليها دخل روبرت ليفاندوسكي التاريخ بتسجيله خمسة اهداف في تسع دقائق في مباراة فريقه بايرم يونيخ امام ثولسبورغ في الدوري الالماني وكان ليفاندوسكي يجلس على دكة البودلاء قبل ان يدفع بها باب جوارديولا كبديل في الشوط الثاني ليهدي فوزا ساحقا لفريقها الذي كان متأخرا بهدف طيلة الشوط الاول من المباراة وبعد ست دقائق من دخولها سجل النجم البولندي هدفه الاول ثم اضاف اربعة اهداف اخرى متتالية في ضرف تسع دقائق وهي اسرع خمسة اهداف تسجل في تاريخ الدوري الالماني ولا يزال نجم ليفاندوسكي يستع في سماء النادي البافاري بتألقه الكبير وانفراده بصدرة هدفية الدوري الالماني لمواسم عديدة تاسعا اطول هدف عن طريق الرأس سجل اللاعب النرويجي جون سمويلسون هدفا بالرأس من مسافة تقارب تسعة وخمسين مترا عام 2011 وهو ما يعد ابعد هدف تم تسجيله عن طريق ضربة رأسية في تاريخ كرة القدم وتمكن لاعب جرين لاندا النرويجي من التسجيل بعد خروج كل من الحارس والدفاع من منطقتهم وذلك في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثانية عاشرا اكثر مباراة فيها اهداف لم يكن في تاريخ كرة القدم نتيجة اكبر من فوز فريق على اخر بمائة وتسع واربعين هدفا مقابل صفر كاكبر فوز وخسارة في تاريخ كرة القدم ورغم انها دخلت موسوعة جانتس للارقام القياسية الا انها لا تمثل مهارات اللاعبين حدث هذا في دوري كرة القدم بمدى غشقر ما بين ناديي اديما وامرين حيث قام لاعب نادي امرين بالاحتجاج على التحكيم الغير عادل والذي اضع عنهم فرصة التتويج بلقب الدورية فقاموا بالتسجيل في مرماهم باتفاق مع مدربهم مما ادى لنهاية المباراة بنتيجة 149 هدفا مقابل للشيء وبعد نهاية المباراة تم ايقاف مدرب فريق امرين لمدة اربع سنوات كما تم ايقاف اربعة لاعبين من الفريق لمدة ستة اشهر في نظركم هل تعتبر هذه الارقام طبيعية وما هو الرقم الذي اثار استغرابكم من بين الارقام المذكورة قبل ان تغادروا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بتعليق محفز ومشاركة المقطع مع اصدقائكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء